على الرغم من دخول الرئيس الايراني حسن روحاني العام الاخير من ولايته الثانية والاخيرة الا ان تداعيات الازمات المتراكمة ادت الى توجه جديد للتصعيد من قبل الجهة التشريعية في البلاد الانباء الواردة من ايران تؤكد ان عشرات النواب من التيار المحافظ يعتزمون الدخول بمواجهة مباشرة مع روحاني من خلال الدعوة الى استدعائه للبرلمان بهدف طرح اسئلة تتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي وغيره من الملفات وكل ما ينقص هذه الخطوة هو اكتمال النصاب القانوني لعدد الموقعين على مسودة الاسئلة التوجه البرلماني لم يأتي من فراغ بل جاء متزامنا مع ازمة مالية واقتصادية كان ابرز ملامحها تضخم وسقوط قياسي لقيمة العملة المحلية وما يعتبره البرلمانيون تقصيرا من قبل روحاني في معالجة الامور مع تزايد كبير في معدلات البطالة والفقر وتصاعد في اسعار السلاع الضرورية جاءت نتيجة حتمية لتأثيرات العقوبات الامريكية وما اضافته ازمة كورونا وتداعيتها من اعباء على الاقتصاد المتهالك اصلا سيطرة المحافظين المنافسين لحكومة روحاني تقرب بشكل كبير مساعي دعوة روحاني للمثول امام المشرعين والتي لا تستوجب سوى الحصول على 73 توقيعا من اصل 290 وهو العدد الكلي لاعضاء البرلمان يؤكد المراقبون ان العام الحالي سيكون الاصعب والاشد قسوة على الوضع في ايران في ظل بقاء العوامل المؤدية للازمة وعدم ظهور اية بوادر في الافق لمعالجتها واستمرار الازمة مع الغرب مع اسرار النظام على عدم التراجع عن تورطه في ازمات اقليمية متعددة